برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وذلك بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المدينة ندوة تاريخ ومعالم المسجد النبوي والتي تهتم بتاريخ ومعالم المسجد منذ بنائه في العهد النبوي وحتى العهد السعودي الزاهر تهدف هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على تأريف ومعالم المسجد النبوي ليطلع عليها الجيل والشباب وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والعالم أجمع لأن المسجد النبوي له تأريخ وله حضارة وله معالم المتأمل عبر التأريخ يجد أن ذاكرة الأمجاد والأمم والحضارات إنما تنبثق من خلال تأريخها ومعالمها هذا وتأتي الندوة في إطار الاهتمام بمحور وأساس وأصل التنمية والحضارة في المدينة النبوية وهو المسجد النبوي وتهدف إلى ربط الأجيال بتاريخ ومعالم وحضارة المدينة التي وصلت إلى شتى بقاع العالم وذلك مع المعرض المصاحب الذي ضم صورا تاريخية للمسجد النبوي الشريف الهدف هو إبراز تاريخ ومعالم المسجد النبوي من خلال المختصين ومناقشة بعض الجوانب التي فيها بعض الإشكال حتى تعطي طابع علمي لهذه التاريخ المسجد النبوي ومعالم المسجد النبوي أيضا الحديث إلى المدينة المنورة وتاريخها ومعالمها يحرك الشجون ويثير العواطف ويبعث الحنين للقناة الإخبارية محمد الشهري المدينة المنورة